هل تعيد التظاهرات أموال العراق المهربة؟ الشباب اليوم اللي بساحات التظاهر يبدوا ما تركوا صغيرة ولا شبيرة اللي كان بيها عدهم علم يعتروا شلون عرفوا أن الأموال العراقية المهربة بدون شرعية إلى خارج الوطن 500 مليار دولار أي نعم الرقم صادم لكن هاي الحقيقة عفوا هاي الحقيقة بهاي الأموال وعددها المهربة أكدها مجلس مكافحة الفساد بالعراق الأموال المهربة اللي حاول العراق أن يرجحها لخزينة الدولة هي أكثر من نصف تريليون دولار أميركي وهذا الرقم يعادل موازنات العراق لمدة 8 سنوات على الأقل لكن شباب التحرير وبقية الساحات المحتجة ضد الظلم والفساد إيش لون ممكن تقدر ترجع هاي الأموال ويا حكومة اللي راح تسمع آراءهم وشن الآليات اللي راح تتبحها الدولة بهذا المجال